اشتركوا في القناة المتنوع لمصادر الطاقة المتجددة والحد من انبعاثات الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري بهدف الوصول للحياد الكربوني عام 2060 مشيرا الى الخطة الوطنية للطاقة المتجددة التي حددت اهدافا لدمج مصادر الطاقة المتجددة في شبكة الكهرباء بنسبة 5% بحلول عام 2025 بحلول عام 2035 والاجراءات الحكومية الهادفة لتشجيع المواطنين والمقيمين على استخدام الطاقة المتجددة مثل اقرار الحكومة في عام 2017 لنظام القياس الصافي لانظمة الطاقة الشمسية الى جانب العمل على بناء مركز تحكم وطني جديد باستخدام احدث التقنيات للمراقبة والتحكم في شبكات الكهرباء والمياه من اجل التعامل مع مصادر الطاقة المتجددة لضمان امداد موثوق ومستمر بالطاقة للمستهلكين واختتم سعادة الوزير كلمته بالتأكيد على ما تقوم به مملكة البحرين من جهود لتحقيق اهدافها في مجال الطاقة وتنويع مصادر الطاقة اضافة الى دعم التدابير الفعالة لاستهلاك الطاقة والعمل على تعزيز التعامل الدولي في مجالات تأمين امدادات الطاقة ترجمة نانسي قنقر